كأن العالم أجمع تضامن معهم دون توقيت أو ترتيب مسبق كماماتهم التي كانت شعاراً للاحتجاجات أضحت الهوية الأبرز والخلاص الوحيد للحياة في بلادهم بل وفي العالم أجمع تسرخ شباة التابوت لا ماركا تسرخ شباة التابوت لا ماركا المفارقة هنا يدركها المتابع للأوضاع في العراق قبل أشهر كثيرة ارتدى المتظاهرون العراقيون كمامات وباتت هي السمة الأبرز لثورتهم حتى أطلق البعض هاشتاغ كمامة وطن قبل شهور كان من يرتدي الكمامة غاضب ومحتج ومتمرد على الوضع العام والآن باتت الكمامة سلاح النجاة الوحيد من كورونا القاتل بل وفرضت السلطات عقوبة على من لا يرتديها لا عجب في ذلك فالإرادة الإلهية انتصرت للمتظاهرين مرتين مرة حين ارتدى العالم أجمع كمامة والثانية حين اضطرت الأحزاب السياسية لاختيار رئيس وزراء لا يدين بأي ولاء للكتل السياسية الكبيرة وأولى خطواته في الحكم كانت مبادرة حسن النية للمتظاهرين